السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سعيدة بلقائكم في ثالث موعد أسبوعي أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى الله وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين دائما مع لائحة المنتوجات الخاصة مع لاجات التصبغات الجلدية خلال الفترة الصيفية حتى يتسنى لكم اختيار ما يلائمكم وأكرر مرة أخرى أن المنتوجات التي أعرفها أو التي أعرضها عليكم هي منتوجات خاصة بهذه الفترة لها تقريبا نفس المفهول منتوجات مزيلة للتصبغات الخفيفة وأثار الشمس وأثار البثور كذلك وتوحيد لون البشرة وهي مساعدة لتخفيف من حدة التصبغات القديمة توهي البشرة لتنقي العلاج الشتوي رغم أني أنصحكم أو أنصح هذه الفئة التي تعاني من تصبغات عديدة وقديمة بتهيئ البشرة عن طريق سيروم العرقسوس الذي حضرناه معا وصفة العرقسوس المتوفرين بالقناة وكذلك الترتيب الجيد والحماية الجيدة وقبل عرض منتوج اليوم نبدأ على بركة الله في الإجابة عن بعض الأسئلة التي ترحتموها بقسم التعاليق بالقناة وأول سؤال نبدأ به اليوم هو هل يمكن اعتماد وصفتي العرقسوس والقسط الهندي خلال فصل الصيف؟ سبق وأن أجبته عن هذا السؤال وسأجيب مرة أخرى بالنسبة لوصفة العرقسوس هي صالحة طيلة السنة لا ضرر في استعمالها بالمرة أما وصفة القسط الهندي فلا أنصحوا باستعمالها خلال الفترة الصيفية بالمرة لتفادي أي التهاب وتهيج للبشرة من الأسئلة التي تكرر كذلك هل يمكن أن أضع سيروم أو كريم أو أي منتوج ليلي معالج وأضع بعده منتوج آخر جزاكم الله خيراً جزاكم الله خيراً جزاكم الله خيراً ليلاً نختار منتوجاً واحداً وسبقاً وأن حضرت من هذه المسألة نختار منتوج واحد ونضعه ولا نثقل كاهل البشرة بالمرة بكثرة المنتوجات بل على العكس نفسح لها المجال للاستفادة من العلاج الليلي وذلك عن طريق تطبيق منتوج أو علاج واحد فقط وهذا لمصلحتنا كذلك من بين الأسئلة التي تكررت بماذا تنصحيننا هل منتوج نهاري أم منتوج ليلي شخصياً أطبق علاجاً ليلياً لماذا؟ سبق وأن شرحنا لماذا؟ فقلنا أنه خلال الليل وبالضبط خلال الفترة الممتدة بين الحادي عشر ليلاً والرابعة سباحاً تتجدد خلايا البشرة وتكون البشرة على استعداد كامل لتقبل أي شيء نضعه لها قبل النوم كذلك في هذه الفترة تتفتح أو تنفتح المسام على بكاملها فيستحسن الخلود للنوم في هذه الفترة وتجنب الصهر لسماح للخلايا بالتجدد بكل أريحية وحتى يستفيد الجلد بشكل جيد من حالة الاسترخاء التي تكون خلال النوم وكذا من المنتوج المعالج سؤال آخر بالنسبة يتكرر أو يعني يتكرر أحياناً هو يخص السيرومات التي نقتنيها على شكل المنتوجات يعني لا سيروم فسؤال هو هل يمكننا استعمال السيروم الفلاني أو السيروم الفلاني فأفضل تفادي السيرومات خلالها أو هذا النوع من المنتوجات خلال فصل الصيف لأنها مركزة بشكل جيد من الأحسن استعمال كريمات خلال هذه الفترة حتى لا نرهق البشرة ولا تتأثر تتأثر بشكل سلبي مع أشعة الشمس وآخر تعليق واجدته من الأخت من القروي خديجة تقول شكراً أختي مفاء الله يحمدك يا رب الله يجزيك عنا كل خير كيدرني قلبي ملك لقى نسبة المشاهدة قليلة والمحتوى رائع ومفيد مقارنة مع شحواج بلا فائدة وعندهم بزابت يا المشاهدات واش نحطوا على كل شيء الوجه وغير على التسبغات فكجواب أول على سؤالك بالنسبة للمنتوجات اللي ما نحددش لكم ما نقولش لكم حطوها فقط على التسبغات فهذا كيعني بأنكم تستطيعون وضعها على كامل الوجه أما بالنسبة لملاحظتك فجزاك الله خير حبيبتي ولا عليك نحن في زمن التفاهة جمهور أو للتفاهة جمهور واسع يمثلها وللجدية جمهور قليل لكنه جميل ورائع كروعتكم يتابعها فالحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيرا من الناس وجعلنا من المفيدين ورحم الله المتنبي حين قال ذو النعيم يشقى في النعيم بعقله وأخ الجهالة في الشقاوة ينعم منتوج اليوم أحبائي الأوفية هو من مختبرات إغياج الفرنسية كريم معالج لتصبغات الجلدية أو مساعد كما وضحنا في أول الفيديو وهو كريم ليلي وكما تلاحظون أضع علاجات ليلي أكثر لأن الليل كذلك بفوائده التي ذكرناها آنفا كذلك يخلو من كل المؤثرات الخارجية التي تضر بالبشرة من أتربة ورياح وشمس وتلوث يوفر لنا هذا المنتوج قوام غني يمنح البشرة راحة بفضل تركيبته الناعمة يعالج التصبغات بفضل تركيبته الغنية بالمواد النشطة مضاد للأكسد فعال ويوحد لون البشرة كذلك يقوم بعمل المقشر بفضل توفره على أحمد الفواكه كذلك حمد غليكوليك وحمد اللاكتيك حمد يعجبني كثيرا بفضل عمله كمقشر هادئ ومبيض في آن واحد ثم نجد لبأش في شخص حمد سليسيليك أحمد كلها تقشر البشرة بهدوء فتساعدها على تجديد الخلايا بسرعة والتخلص من الجل الميت وكل الشوائب التي تؤرق البشرة وتوحد لونها المنتوج طبعا صالح لجميع أنواع البشرة وكذا البشرة الحساسة يأتي في عبوى رشاش الشكل الآمن الذي يريقني كثيرا لأنه يمنع يمنع تسرب الجرافيم من الدخول إلى داخل العبوى وكذلك يسمح لنا بأخذ القسط الذي يلائمنا أو الذي يناسبنا من المنتوج يأتي يغياج دابدار مكرام دونوي انتنسيف انتتاج في حجم ثلاثين أمال وبثمن ابتداء من مئتين وسبعين درهم مغربي والجميل كذلك كمنتوج البارحة متوفر بجميع دول العالم حتى يستفيد الجميع من تواجد هذا المنتوج وأنا كعادتي لا يسعني إلا أن أطلب من مشاهدي الأعزاء ومستمعي الأوفية أن يشاركوا محتوى القناة ومحتوى هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب وكذا زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن كنتم لم تشتركوا مع بالقناة وأتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار فيديو اليوم وأن أكون قد وفيت وكفيت تبتم وتابت أوقاتكم في أمان الله